والناس اللي مش مصدقة ان كوفيد كان تخليقي يرجعوا لجلسة الاستماع اللي اتعاملت لأحد أهم الالدكاترة في أمريكا اللي تم مواجهته بأنه قام بالتعديل على فيروس حيواني من أجل أن يسيب البشر هم الحلو فيهم انهم بيخرجوا وبيتكلموا بمنتهى الصراحة عشان يدعوا الديموقراطية علشان بصوا احنا اتهمنا الراجل ده انه هو اللي تلعبه هو في الفيروس احنا ملناش دعوه لازم يكون في كبش في ده بالزبط وفي الاخر الموضوع بعد كده عده وما حدش اتكلم عنه وانا اعتقد برضو في وجهة نظري ان جدر الارود انا عايزة اعرف حاجة بس هدي فيروسات حيوانية بتصيب ما احنا ليه انت شايف حضرتك طيب سؤال بس الفيروس ده صناعة امريكية مش بس صناعة امريكية مش صناعة امريكية لانها هجموا الصين يعني قالوا الصين والصين كمان يعني ما طلعتش قالت دفعت عن نفسها خالص امريكا كرت برضو من ضمن الكرود يعني امريكا بكل اللي بيحصل فيها بكل التناقضات والمتناقضات اللي بتحصل فيها هي كرت من ضمن الكرود هذه المنظومة هي المسؤولة عن اعمال كتير جدا بتحصل على مستوى العالم من نشر فيروسات او بكتيريا قادمة او غيره من هذه الامور دكتور باوتشي اللي انا بقوله حضرتك عليه ده اشهر طبيب في امريكا وبالمناسبة شيء غريب ان دكتور باوتشي ده اللي اكتشف الادز وكوفيد الاتنين بيظهر فيهم اسم دكتور باوتشي على فكرة الادز تخليقي في محد الصدفة فكرك؟ فيش صدفة انت عايز تقول لي ماندل انا عايزك تقول لي حاليش مفيش صدفة مفيش صدف في هذا العالم كل شيء بيحصل بأمر رأس سبحانه وتعالى طبعا لا خلاف على ذلك لكن دكتور باوتشي اللي هو اشهر طبيب في امريكا لسه طالع بتصريح من شهر ونص بتصريح غريب جدا بيقولها الناس لبست كمامات ليه؟ يطلع دكتور باوتشي طبيب من امريكا الاول يقول ده ما كانش فيه داعي الناس تلبس كمامات بتطلع بعد كده هيئات دوائية تقول معلش احنا اسفين قصد الفاكسين اللي انتو خدتوه ليه اضرار تطلع بعد كده شركة من اكبر شركات الادوية على مستوى العالم تؤكد ان الفاكسين لا يقي من فيروس كورونا ونحنا كنا بنعمل ايه؟ والفاكسين اتاخد ليه؟ الفلوس وغير الفلوس في مادة معينة تتحقنت بكسامنا؟ في مواد طبعا لا نعلم لحد دلوقتي ما هيت هذه المادة ايه هي؟ هل ده اكسيد جرافين؟ هل ده نانو بوتس معينة؟ ايه هي بالضبط اللي احنا تحقنا بيها؟ انا سمعت حاجة عن نانو بوتس حضرتك تكلمت عليها قال دي فيه دراسات بتأكد الكلام ده؟ للأسف ان هذه الدراسات طلعة كمان من الكيان الصهيوني من اسرائيل نفسها احد العلماء الاسرائيليين كان لسه شغال على بحثه وتم نشره بشكل كبير بالصوت والصورة عما يطلق عليه اسم النانو بوتس او الروبوتات متنهية الصغر اتوضح لنا يا حضرتك الروبوتات لا ترى بالعين المجردة بيتم حقنها في جسم الانسان هذه الروبوتات المفروض يعني ان هذا العالم اشرف على اخر جزء من هذا الاختراع وبيتم حقن هذه الروبوتات داخل جسم الانسان وبيتم توجيهها علشان تدخل تعالج اجزاء داخل جسم الانسان للعلاج المفروض نقول للعلاج لكن في الواقع زي الجي بي اس هو بيتحكم فيها كأنه فيديو جيم ماسك جويستيك وبيتحكم في هذه النانو بوتس روبوتات متنهية الصغر ظاهريا الموضوع حلو قوي معنا كده ان هو هي عالج حاجات في جسم الانسان بالظبط يعني الظاهر خير والبطن بالظبط لكن في الواقع هذه النانو بوتس بإمكانها انها تصيب الانسان بأضرار معينة توجه الانسان ان هو يقوم بأشياء معينة لو وصلت إلى المراكز الأعصاب أو وصلت إلى المخ تصيب الانسان بمشاكل صحية أكثر خطورة وبشكل كبير ده اللي حصل في الفكسين الخاص بكوفيد عشان كده شركات الأدوية وأنا مش دعو بالموضوع ده شركات الأدوية اللي قالت أن الفكسين اللي نسخدته لأضرار